تلميز عزيزي المشاهد برحب بيك تلميز في مدرسة المسيح تلميز لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه وبيدعوك أنك تكون له تلميز تلميز مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة لكن تلميز معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح تسمح له أنه هو يعيش فيك وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صنعها مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي أن ده يتحقق معاك أمين عزيزي المشاهد أحباي أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح أرحب بيكم وإحنا بنتناقش وبنسمع وبنتعلم مع بعض ما علمنا المسيح إياه اللي قلنا عليه اللي نبهنا ليه اللي شاور عليه والمراض كتيرة بنحاول نختزله في أمور أبسط وكأني بختار اللي يعجبني وبسيب اللي ما يعجبنيش ماينفعش أروح للمدرسة وأقول أنا يعني في حاجات عجباني أخدها وفي حاجات مش عجباني ما أخدهاش مش كده فالمتحانات مش هاخدها مش هتنجح يعني مش كده بطريقة أو بأخرى بنتصرف مرات كتيرة مع ربنا بالطريقة دي وكأن الحق مش شيء واحد كأن الحق يمكن تجزئته وده مش حقيقي وده مش حقيقي الإنسان ما يتجزقش الإنسان كائن حي لأنه على بعضه كائن حي وده الملكوت اللي بنتعلمه ونشوف إزاي الحقائق كلها رجبة في بعضها بصورة بتكمل بعضها بعض في رحلتنا الطويلة دي وصلنا إلى ما نسميه المنادات بالإنجيل كتلميذ للمسيح أنا مطالب أن أنادي بالإنجيل لخيري ولخير الناس الذين هم من حوله ونشوف ده تأثيره على حياتي وتأثيره على حياة الناس التانية وعندنا تعليمات واضحة من المسيح اذهبوا للعالم أجمع اكرزوا بالإنجيل نادوا للخليقة كلها روحوا للناس ما تستنوش الناس تجيلكوا مش هتيجي اللي هيجي قليل لكن لما تروحوا هتقابلوا ألوف ألوف وربوات ربوات من الناس تكلمنا عن المقدمة وبعدين تكلمنا عن الإرسالية دي طبيعة هذه الإرسالية وقلنا في خمس حاجات مشتركة بين إرسالية الآب للإبن وإرسالية المسيح للكنيسة وهو بيبعتنا إلى العالم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشري فأنا بعتهم أنت حفظ عليهم منك في الحلقة اللي فاتت كنا خلصنا الخمس حاجات دول وكنا بتريني نتخانق صح لسه حد عنده خناقة تانية ولا نكمل فيه حد عنده خناقة تانية تفضلي مش عايز يعني احبس دم اي حد تفضلي الحتة بتاعت الكمفورت زون دي مكان الراحة ايو الحتة دي هو يعني مش عارفة احنا طبعتنا من غير حقل الخدمة احيانا بنبقى الطلوع من الكمفورت زون بتاعتنا بتبقى صعبة جدا مش كده؟ دايما كل واحد عايز يقعد في مكان راحته على الكرسي اريح كرسي بالزبط يعني قصدي مش دايما بتبقى ليها علاقة بالخدمة فيه شخصية تحب تطلع من منطقة الراحة وتغامر وتنجح في حياتها وفيه شخصية لا فبتبقى احيانا حسب الشخصية كلنا نحب نقعد على الكراسي المريحة هل ده بيأثر على كمان حقل الخدمة دي دي حتة من السؤال طبعا بسألك كلنا لو فيه كرسي اريح كرسي في القاعدة كلنا هذين نقعد عليه يعني الكرسي اللي انت قادي عليه ده تتعزيب صح؟ لو انا مرتاحة حنان مش مرتاحة لا لا ما قصدش انا اقصد اقول ماشي كلنا بنحب الراحة فيه ناس بتحب المغامرة اكتر ايوة فبتنجح وبتطلع من منطقة الامان عشان يعني فيه ناس تحب تقعد في حضن ماما لألا تتقابل خطر برا وفيه ناس لا تحب تغامر فتنجح هل ده بيأثر على كمان اختيار في حقل الخدمة يعني بنفرق بسبب شخصياتنا دي وحاجة تانية ولا دي ربنا بقى بيديها موهبة فلما بعرف ربنا بغامر بقى وما بيهمنيش والخوف بيقل وبيزيد حسب اطلع خالص من منطقة راحتي علشان انا شخصيتي كده ولا ده عشان ربنا اديني موهبة فيك ملة للسؤال ده ما نخلص واحدة واحدة يعني حطهم لي على قدي عشان خاطر ما اكيد شخصياتنا بتلعب دور في تصرفاتنا وردود افعالنا صح الشخصية الخجولة اللي هي انتواقية قدرتها انها تروح للناس وتتكلم اقل من شخصية انبساطية ومش خجولة صح طبعا دي حاجة ما تتخضوش انا من الشخصيات الخجولة فتتحكوا علي معليش 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 فانا من الشخصيات الخجولة اللي صعب علي اني انا اروح للناس وابادر بالعلاقات الانسانية طبعا متتفرجوا علي مش مصدقيني معليش 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 اسألوا مراتي هتقول لكم الحكاية ديت حضرتك لسه مش عارف نفسك صح لا لا انا عارف نفسي صح في فرق ان انا عقف على المنبر اتكلم انا اول مرة في المدرسة لما ادوني اقول دعاء فاكر كويس قوي في الادا دي وادوني اقول في الدعاء في الطبور ايوان كانت رجلية حقيقة بتعمل كده وبتخبط في بعضها يعني وبقول دعاء في المدرسة يعني ما فيش اي حاجة يعني ما فيش اي نوع من ما فيش حاجة تخض خالص فمعليش فانا فاهم اصدك انا ممكن اركب طيارة او اركب عطر او حاجة ويقعد حد جنبي اربع خمس ساعات ما تعرفش عليه وما كلمش معاه لان اذا هو يعني اتكسف اني انا افتح حديث فيقول انت مالك يا كده يعني يعني فده عائق فده يعني ممكن فشخصياتنا مرادة تسهل علينا ومرادة تصعب علينا مش كده لكن عمر ما ده يمنعني اني اعمل اللي نقدر اعمله وعمر ما ربنا بيطالبني بالله انا ما عارفش اعمله واضح اللي انا بقوله مرات كتيرة كسرت الحاجز ده لانا كان لازم افتح الموضوع مع الشخص مرات كسرت الحاجز ده اني انا اروح واخبط على الباب عكس شخصيتي عكس طبيعتي وبعين باكتشف ان في نعمة خاصة ربنا بيديهاني وبعدين امتدى ربنا يسهل علي فايديني دور ممكن زي ما بقوله من بري انا مش فيه بغلس على حد فانا مرات اقف اوعز الناس قامت ومشيت لانه ما بيحبوش البني ادم ده عادية من حقهم فاهم اصلي يعني بسعلهم يعني يخسارة ياريتني واحد غيري كانوا قاعدوا سمعوا كلمة ربنا فاكيد العامل ده موجود بس عمر العامل ده ما يمنعني وعمر ربنا ما هيطالبني باني اعمل حاجة شخصيتي ما تقدرش تعملها انا بفاجأ بقى من ناس تانية يعني اصدقائي وعرفهم يعني لو دخل اوتوبيس صاحب على كل اوتوبيس يعني كلنا انا اعرف بتكلم على مين مثلا وبسهولة شديدة ما يفتح الحديث مع اي حد جراح من الاعرف ففيقبت العمليات ما بيسبش فرصة لما يقول لكل الناس ان سواح انكلكم ممكن تموتوا في يعني لك يعني هنتكلم على الهاكاية دي يعني مفيدة ولا لأ لكن اكيد الشخصية بتساعد او بتعوق لكن العمر ده ما يمنعني ان يقوم بدوري طيب بقيت السؤال لما يكون بارتنر شريك اه يعني سواح زوجين او حاجة تانية وحد فيهم هما الاتنين مؤمنين حد فيهم الكمفورد ينفع يطلع وبيحب وبيسمع صوت ربنا ومستعد يخاطر ويطلع من الكمفورد زون بتاعه والتاني مش عايز ومعرفش بقى مش عارف ولا مش عايز ولا مش قادر ويعني مش عارف ربنا يتصرف معهم ازاي فده عايز قوي وده مش عايز خالص وممكن هل ده ووقات ده بيعطل ده فإيه رأيك في المشكلة دي أو بنكمل بعض أو الشخص المغامر ده بيساعد التاني انه يعمل حاجة عمره ما عملها قبل كده فيمكن هو بيعطلني شوية وانا بساعده ايه شوية فلو اللي بيننا حب وتفاهم هنكمل بعض يعني ارجو ان يفهمها بالطريقة دي لان في الاخر احنا الاتنين حاجة واحدة قدام ربنا فانا مغامر قوي هو مش مغامر فخليها من الحاجات ما كانش ممكن من غير يعملها وهو هيقل الحاجات انا كان ممكن اعملها واتهور وطبقى مش مزبوطة ففي الاخر احنا حنكمل بعض واللي هو عطلني فيه واللي انا فدته فيه محصلتهم بارك يعني ممكن فمع شريك الحياة التكميل هو المعادلة مش المنع او الاجبار يعني ممكن يكون الفرد اللي معندوش انه هو يغامر عطل الطرف الاخر انه هو يكون في خدمة او في حقل الخدمة ده سنين وفي الاخر بقى زهق فهو مش عارف يعمل ايانا عشان كده باسأل ومرة تانية الحب والتفاهم وحناخد مبادئ العلاقات وحنتكلم على العلاقات الزوجية وازاي البيت ده يقدر يقوم بدوره وبرسلته للمسيح فالحب والتفاهم بيخلطنا على بعض فهدي بقى المحصلة احسن ما يمكن مني ومنه اذا ما فيش حب وتفاهم فدائما نتيجة الجمع بالسالب الحب والتفاهم يخلي نتيجة الجمع بالضرب مش نضرب بعض يعني واضح اللي انا بقوله يعني تلاتة الاتة تساوي ستة لكن تلاتة في تلاتة بكام بتسعه الحب والتفاهم يخلي مجموع تلاتة في تلاتة تسعة عدم الحب والتفاهم يخلي مجموع تلاتة و 3 يساوي تلاتة ما بيبقاش سترة فهو يبينقص يبيا عمل ايه يبيا ملتبلاي بالضرب مش بالجمع وده سر الزواج فاهم أصلا أنه اتخذت في الطبيعة الرنين بتاع الموجات خدتوا الرنين بتاع الموجات لما تحطوا موكتين فوق بعض إذا اتفقوا في التردد مجموحهم يبقى أكبر من أي واحد فيهم ويحصل الرنين تلاقي الشوكة عملت صوت عالي جدا لكن إذا التردد غير بعض مجموحهم أقل من أي واحد فيهم ده خانون الحياة ده قانون الحياة ده قانون الحياة في القوافل وإحنا بنخرج زي ما حضرتك قلت كده أنه فعلا ربنا بيدي معي وبيدي سلطان بيدي مواهب إحنا مش بنجربها لما بنرجع بينفع أن ربنا يديني موهبة مجرد وقت وبعد كده ما تكملش طبعا وده قلناه في المواهب الروحية المواهب مش كلها دائمة ووقت الاحتياج لأنه مش بيديه لنا عشان نلعب بيها بس مش هلعب بيها مثلا داني موهبة الشفا استخدمتها في قفلة من القوافل بس رجعت فيه ناس مريضة وأنا تعبانة فأنا محتاجة الموهبة دي ترجع لي ما رجعتش مشكلة عندي؟ أنا دايما نقول للمشكلة عندي لا خالص أنا قلنا وإحنا خارج الأسوار وإحنا في مكان العمل المرسلي فيه سلطان خاص فيه معي خالي ده مبدأ ده مبدأ ذهبوا أنا معكم بتعودوا مش هتشوفوا بالعادي وإلى انقضاء الظهر ربطها بذهابوا ما أنا مهو معي لكن فيه معي خاصة وانا فين وانا في الحقل ومعي في البيت بس وانا برا احتياجي ليه أكبر فبيلاقيه بلاقيه ما هي برضو ده احتياج صالة واحتياج روحي أنا عال مش طب إيه إيه الفرق يعني المعادلة كده لزوم الشيء احتياجي بيزيد المعونة بتزيد الاحتياج بيقل المعونة بتقل وإلا حقف في البيت تم هو احتياج البيت برضو هو كويس وده مين قال لي ما بيسدوش ما بيديني نعم نحتمل المرض بيخلي حد تاني يصليلي إن أنا أخف مش كده يعني بوليس الذي شفى كثيرين جدا هو نفسه كان عنده شوكة في الجسد ولا ايه ايوة افضل ايوة ايوة طبعا طيب الحتة هي الاية اللي هي بتقول كل ما تربطون على الأرض يكون مربطا في السماء كل ما تحلون على الأرض يكون محلون في السماء هل السلطان دا ليه ولا القادة معينين من المؤمنين ولا ده كان للتلاميذ بس وخلاص لا يعني لو التلاميذ بس ما كانش اتكتب في الكتاب لأن الكتاب مش مكتوب للتلاميذ بس ولا ايه كان بيكلم صحيح يعني لو التلاميذ بس يتكتب للكتاب لكلنا كلنا حنطلق بس فالمكتوب ده لينا فلي تحلونه يكون محلول ولتربطونه يكون مرض ده سلطان مين وده اللي شرحناه ده سلطان الكنيسة مش ده سلطان انا مزاجي كده عايز اربط وعايز احل كويس واللي بربطه وبحله ده اللي هو تتعلق بقوات الشر فانا بقيد ابليس وبفك الناس من سلطان مين ابليس فده مش يعني مش حقفل الباب ده ومحدش هيفتعها فانا كده اروه عامل كده يتقفل الباب انا بتكلم عن صراع روحي اهه لا انا بتكلم ان هو يعني معنى كده ان السلطان ده الكنيسة اللي هما جامعة المؤمنين ولد القادة معينين لا 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 الكنيسة عند ربنا الكنيسة هي الجسد الكنيسة مش هي القادة طب يعني هم في حيز السلطان ده استخدمه فحق الخدمة ده ده لعشان كده ده مش عشان في البيت برضه عشان في البيت ما بتلاقيهوش حضرة الاسيس في الحتة اللي فاتت لما بتتكلم على انه الحملان والزعاب اللي هي حملان فواس الزعاب وانه احنا الله دعينا الموضوع عندي انه يمكن مرات فيه ناس بتحس انه فيه حركات عنطرية او مغامرة فالفرق بانه انا احس انه لا ده دوري ولازم اعمله وليكن انا مش عايزة اجيب سرط السورة بس مثلا بتقوم حاجات كده هوجة فسط البلد زي لما اتضربت كنيسة لا احنا لازم نعمل كده ولازم نتحرك احنا لازم يبقى لنا كلمة ولازم نطلع ونعمل مظاهرات وحاجات كده اعتقد انه يعني الحركات العنطرية دي مرات ما هيش بتكون دي الكرازة او ان انا ازوقي نفسي في حتة ومش هي دي اللي ربنا عاوزها مني خالص يمكن فببوز الدنيا مرات بحجة او مش بحجة باسم انه الدافع او الحماسة ان انا نزل اكرزة واخدم في لابس شديد جدا بين الغيرة على الدين وبين المنادابل انجيل انجيل بتقول حاجتين غير بعض انا مطالب ان انادي بانجيل وحنقول ايه الرسالة دلوقتي حن دخش فيها ايه رسالتي ايه اللي انا عايز انادي بيه وغيرت بيتها جاءتني انا عايز اغار على بيت ربنا فاهم ازوق اخاف على بيت ربنا بيت ربنا المبنى ولا الناس الناس هازين نفتكر حكاية دي كويسة ومجد ربنا هو ايه اللي احنا عايزين نغار عليه هو ملك الله عن الناس هو صورة الله في عيون الناس ده اللي مش عايزينا تنشوها واضح اللي بقوله عشان كده لو فضوء المفاهيم دي السؤال بتحضرتك هيوعاد ترتيبه صح كده اذا ربنا قال لي روح في حتة معينة هيكون معايا اذا انا قررت اروح اعمل حاجة وربنا مقال ليش اعملها هيكون معايا لا ما هو ده اللي انا بقول عليه مش هيكون معايا الاخ اندرو ده برادر اندرو اللي تكارلنا عنه كان لما كل مرة يروح حتة يقدر يصلي مرة واثنين ويخلي كل ناس يتأكد انا بعمل حاجة خطيرة اذا مش في ارادة ربنا انا هتأذي واثنيناز من غير لازمة انا ده اللي قصد يعني انا عايز لو اتأذيت او بتاعي يبقى ليها لازمة ويبقى في ارادة ربنا ودينه طمامة جدا الذين ينقادون بروح اللي أولئك هم اولاد الله ولازم نفرق ما بين الحماس والغيرة للدين وبين غيرة بيتك اكلتني المنادى بالانجيل البرادعي كان بيزورنا قريب في الكنيسة وبعين حتى المصري يوم كتبت في الموضوع دوت فالمصري يوم كلمتني قالتلي هل تطرق الحديث لموقف الأقباط وحقوقه كمسيحيين والآخر فاجابتي قلت له مصر أولا عندنا قضية أكبر عندنا البلد احنا خايفين على البلد خايفين على البلد مش خايفين على روحنا آه فيه احنا في وضع أسوأ من بقية الناس لكن يخافي على البلد أكتر لو البلد فيه أمان الخير حيعم لو البلد مش في أمان الشر حيعم لو فيه فوضى وفيه 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 الاقتصاد كله حينهار الناس كلها هتجوع مش كلمة لو لو بقت فيه فتنة طائفية الاقتصاد كله هيوقف مش احنا بس حننظر لا 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 البلد كلها الناس كلها هتنظر النهاردة السيحة واقفة النهاردة مش عارف ايه واقف النهاردة الاشغال واقفة النهاردة مصانع واقفة الاستثمارات واقفة كل حاجة واقفة بسبب بسبب الارهاب بسبب المواقف ديت اللي بتقول المجتمع دوت من غير مستقر انا خايف على البلد لو انا متعصب حابص وقول اللي قال له اسيس سامح ده مش كويس حقوقنا الاول لو انا مش متعصب حقول عنده حق من وجهة نظر غير المسيحين في اللي انا قلته ايه ينبسط ولا يتدايق انا دي رسالة حب ولا دي رسالة انانية ده بيعكس الانجيل ولا بيعكس حاجة غير الانجيل تهماني بقول ايه انا فهم فاحنا في حتة محتاجين نفهمها كويس في حتة محتاجين نفهمها كويس في احداث ما سبيرو فرق اكبر حاجة فرقت في احداث ما سبيرو لما اخوة غير مسيحيين وقفوا هناك يطلبوا بحقونا لما انا يا مسيحي بيطالب بحقي موقف ضعيف لكن لما مسلم بيطالب بحقي انا كمسيحي ده بيدي موقفي قوة لما انا كمسيحي بيطالب حق المسلم ده موقف قوة لما انا بطالب لنفسي ده لا اخلاق ولا تجسد لما انا بطالب بحقي غيري ده محبة ده اخلاق ده تجسد وده دور الكنيسة انها طالب حق غيرها مش어 هدنا نزل عن حقي بس مش بتنزل عن حقي ايه? غيري. مش متنازل عن حق غيري. مش متنازل عن حق الفقير. مش مش متنازل على حق المظلوم. مش متنازل. لا لا مش متنازل. مش متنازل عن عدم العدالة الاجتماعية. مش متنازل على الحد الفقر. مش متنازل على الحد الادنى. مش متنازل عن الحقوق دي للناس. دي اللي هطالب بها. آآ الناس بتشوفني ان انا صادق وان انا حقيقي. وانا مش انسان اناني. مجرد عايز اخد حقي وتحرق وتتحير مش عارف المخرجة هتعمل ايه في السؤال دي تشبه الحتة بتاعت بوليس لما المؤمنين كانوا بيقولوا له انك لو رحت البلد دي هتقابل شدة وتعب وهو قال ان انا هبقى مقصول في شدائت لما قالوا له انك ما تروحش قرشانين هتقبض عليك انا لازم اروح قال لهم انا رايح هما شايفوا كده بس بيقول لي اروح رغم نوثق وشدائت تنتظر وانا مستعد مش بس اني مقايد لكن وكان هيموت وكان هيموت لكن راح ايه وكان هيموت لكن راح اه طبعا عمل ربنا بيقوله عليه مش اللي الناس بيقوله اه بزر فضل من الزبعين كان فيه مؤتمر تبع المجمع القصص كانوا في قصة دبارة فبعد المؤتمر كان ساعتها مظاهرات مزبيرو فطلعت مع كذا حد اسيس من ان كانوا حاضرين فهم طالعين عشان يشوفوا ايه الوضع في مزبيرو وانحنا في الطريق بيتكلموا فبيقولوا ان كل واحد بيقول رايه يعني عن كده فبيقولوا ان احنا شايفين ان الناس دي بتصرخ في المكان الغلط للشخص الغلط احنا مش مش المفروض ان احنا نتكلم مش المفروض ان احنا نسكت لو الاعداد دي كلها صرخت قدام ربنا فيه تغيير كتير هيحصل فبيقوله طب ماشي ما احنا كده يعني احنا بنصلي بس في حق وفي ناس اتظلمت انا ما ينفعش اقول كده وانا ما اتضربتش من ضمن الناس اللي اتضربت في الكنايس يعني انا ينفع اقول كده لو انا واحد من اللي اتضربت او واحد من الفقط حد في حدثة زي كده ينفع اقوله سامح لكن لو انا مش واحد منهم ما ينفعش ان انا نقوله سامح فرأي حدرتك يعني ان في بعض الاسس بيقولوا ان احنا كمسيحيين ما ينفعش ان احنا اتكلم في حقنا احنا كل اللي نعمله ان احنا نصلي فدي نقطة بنجاف مشاكل كتير يعني في الكنيسة انا لسه كنت بعبر الفرق انا لازم اروح لربنا وارفع الشيء كوي لربنا وده القاضي العدل وقوة الصلاة اقوى من اي حاجة تانية ده معناه اني ما طالبش بالحق والعدل وانصف المظلوم لا لازم ده معناه اني ما كونش عضو في جمعية حقوق الانسان واطالب بالعدال الاجتماعية وحقوق الانسان والحريات لا اطالب ده معناه ان يوم 25 ينار بنزلش في المظاهرة اللي بطالب بحرية ديمقراطية وعدالة اجتماعية لا اطالب بس في فرق ما بين بطالب بحقوق ايه وبين بطالب بحقوق ايه الناس ده المفهوم اللي مش واضع عندنا فالصلاة دي اكيدة ودي اهم حاجة لكن ده مش معناه اني ما اطالبش بالحق المارتين لوثر كينغ اللي طالب بحقوق السود وغير تاريخ امريكا ده السيز وصار علامة في تاريخ الزمن وعملها مسيرة سلمية وبيطالب بالمساواة بالعدالة ده انسان زيك انت اللي جبته عبد من افريقيا حرام عليك انك تفضل تزله كده النهاردة يدي له حق الشرعي ان يبقى مواطن من الدرجة الاولى زي وزيك يا ابيض اللي حارب ووقف جنب قضية التحرير العبيد ما قبل بقى السود في امريكا تشالس فيني اللي هو واحد من اعظم قادة النهاضات في التاريخ تشالس فيني فاني اطالب بحق غيري اطالب بحق غيري بالذات لو انا مش منهم بالذات لو انا ابيض بطالب بحق السود بس اصدنا بطالب بحق البيض فاهم قصدي ليه واقع تاني خالص انا مش اناني انا مش بعمل كده لاني عايز مصالحي والباقي يتخرق انا بحبك فطالب بحقوقك واضح الفكرة رايز اقولها فده المبدأ المهم السؤال كان هل احنا نروح مسبيرو مسيحيين بس نطالب بحقوق المسيحيين ولا نروح مسبيرو مسيحيين ومسلمين معا فاهم قصدي ونطالب بالعدالة في الموقف دوت فاهمش بطالب له روحي واللي يتكلم بصوته اعلى مني هو اخوي المسلم اللي متفق معاه في قضيته وانا اروح معاه في قضيته فاهمني ده دي القضية ده موقف يعني انساني والسياسي مش عايزين نتعرض ليه بكتير لكن الصلاة لا تلغي اني انا اطالب بحقوق غيري ارجو اكون واضح في الحكاية دي اي سؤال تاني اي سؤال تاني اذا خش في موضوع الحلقة دي ما تضيعوناش الحلقة تفضلي حضرتك السؤال بتاع ان انا حملان وسط الزئاب احيانا مسؤوليتنا ان احنا نكون مسؤولين عن ولادنا مثلا وانا ممكن اخاطر بنفسي لكن بحس ان انا مش حماية لولادي ان اتوجد في المكان ده فهل هل يعني هل خوفي على ولادي مش على نفسي ممكن يخليني ابقى مش في حقل الخدمة او مش فمش عارف يعني بتحيارني كتير اه فعلا احنا مرات خوفنا على اولادنا بيحرمنا من اننا ناخد المواقف الصح وكأننا احنا اللي بنحمي اولادنا لو ربنا عايزني اعمل كده انا بدي نفسي وولادي بين انين ربنا انا مبعدش بولادي انا اللي بروح مش كنا اه انا مقصودش اقصدهم في حقل في خطر انا مستعدة اجوز في لاني وصلت للنطج وفهمت وتعلمت لكن ولادي بيبقوا في خطر لو ربنا بعتني كعيلة وعارف ان ولادي معايا ولا لا اه طيب هو مش اخد باله من الحاجات دي يعني مقصودش انا قصد اقول احيانا بيكون انه بنتتلام وتقول لا انت ما تروحش هنا علشان ده خطر على ولادك فبترجع عن قرارك يعني شعر مرة تانية احنا مرات كتيرة انا مش خايف عن نفس بس خايف عندي مو دا لازل خوف لازلت حسابها غلط اماني اني اكون في ارادة ربنا امان ولادي اني يكونوا في ارادة ربنا الخوف هو اكبر حاجة ابليس بيستخدمها عشان يمنعنا اننا نكون في ارادة ربنا واضح واضح اوكي طيب خلينا ناخد ولو مقدمة صغيرة في الجزء التالت من هذه واخدنا الدراسة عن المقدمة واخدنا ثانيا الارسالية الجزء التالت من هذا الفصل بتاعنا هو الرسالة ايه الرسالة ايه الرسالة اللي احنا ناخدها للناس لننادي بالانجيل ما هي رسالتنا في فيلم كده جميل يمكن ساعدنا الاول نشوف هي دي الرسالة واللي عندنا رسالة مختلفة تفرج عليها يا اخ عادل احنا جايين من الكنيسة وعايزين نتكلم معاك اه تفضل بص يا اخ عادل احنا جايين نتكلم معاك عن حياتك وعن ابديتك ايوا تقدر تقولي دلوقتي لو مد هتروح فين ها لو عارف الاجابة جاوة انا طبعا مش عارف عارف ليه لانا خاطي انت خاطي استنى 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 بس يا اخ عادل احنا جايين نقولك ان حياتك خلاص انتهي خلاص ما بقاش في امل لحياتك ولا المماتك يا جماعة ايه اللي بتقولو دا انا مش مهم حاجة خالص يعني ايه مش مهم حاجة ما انت دلوقتي لو مدت هتروح النار عارف عنيه النار يعني شاو شاو طول الوقت خلق هتبدأ تتقلي هدي نفسك هدي نفسك يا اخي امجد مش كده مش كل زيارة روحة السكر يقل عندك انا فهمهم حقائك من الكتاب المقدس هسدودا لا يموت ونار نار لتطفق هايزو سكسكت الاسلان كده هتبدأ تسكسكت كده مش هتلاقي حد ينجدك ومش هتلاقي حد حتى يبلي لقك بنقطة مية وهتفضل قاعد مع الشيطان وملائكته خلاص يا جماعة كفاية مش كفاية لازم تعرف ان انت لو فضلت ماشي في الطريقة كده هتروح النار هتبدأ تنشاب ومش تنشاب وش الياسين يا حين يستلمك ويعملوه عليك حك وفينيا وناعك وايعودو وigatorو ببقي ويأزاسو فيك طب يا جماعة اعمل ايه اـ اصلي какой اصلي معنا ا внешو فانered قوله يا رب ارحمني قوله قوله يا رب ارحمني قوله قوله عايز اغرب بالعذاب قوله يا رب مش عايز عذاب قوله يا رب مش عايز عذاب مش عايز زودما مش عايز اموت مش عايز اسكسع كان الراب يقول لك ايه بقول مش عايزي يا عم مش عايز اعرف. هل دي رسالة بتاعتنا ايوه. انا حس ان هما راحين يوصلوله رسالة خوف. ايوه. مش رسالة حب. وهم راحين يوصلوله انه ازاي تصلي انك ما يحصلش فيك. بس. وهم جايين من الكنيسة تعبنين نفسيا اصلا. اه يا انا عربيا. اه. وهم بردنين قوي. ايوه. فهم مش مرتاحين في حياتهم. وجايين يتعبوا واحد زيادة معهم. فالرسالة مختلفة. فمش دي الرسالة يعني. يعني في حد موافق ان دي الرسالة طب اه تختطفوا من النار ومش عارف ايه والحاجات زي كده ايوه. هي دي مش رسالة دي رسالة التخوف ورعب. اه. وبعدين واحد فيهم عمل جلاد والتاني جاضي يعني. اه. بيحكموا عليه بانه رايح النار. وانتخاطي. وانتخاطي ولازم تصلي دلوقتي. اه. ومش عارفة. دي مش رسالة. دي مش الرسالة. ايوه. طيب ما هي من سنين بتتقدم كده قصدي مش بالكوميديا دي لكن هي بتتقدم كده. واحنا برضو يعني انا من الناس اللي فهمت فترة طويلة من حياتي. انه اعرف المسيح عشان اتنقص من النار وخلاص يعني. يعني. مخوفا من النار. فيعني هو ايه الغلط اللي فيها. يعني هو ده اللي تقدم. هي دي الرسالة. يعني. يعني انا قصد اقول انا معرفش ليه هي بيطلع دايما. ده اللي بيحصل لكن هل دي الكلمات والمضمون اللي وضع في افواهنا وبين ان نحمله للناس. يعني عايز الحقيقة. اه. هو مش بيتقال كده. مش مش عايز اللي بيحصل عايز الحقيقة. اه هو هو اه يعني اللي انا بفهمه حتى احيانا من كلام حضرتك. عن انجيل. ايوه. انه احيانا بنكون كده لازم نجي لربنا عشان نخلص من النار الابدية. دي اهم من ان نعيش هنا على الأرض الكويسين. مش عارف. يعني هي دي الرسالة. دي الرسالة. يعني دي اللي. ده ده. يعني. يمكن هي دي الرسالة اللي بتتقدم غلط. ماشي غلط بس هي بتوصل كده يعني هي دي. هي دي رسالة في الانجيل. هي مش هي دي الرسالة في الانجيل. انا عايزين رسالة الانجيل. هل ده اللي المسيح قاله? هي يمكن عشان دي جزء من الرسالة فبنركز عليه? معرفش. هل ده اللي المسيح نادى به? انه? اه ان احنا نخلص من النار. دي الرسالة. فقالها فين? النسيح? ان احنا نحيا. نحيا. يكون لنا حياة ابدية. كويس قوي. لكن اتكلم عن يعني 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 المناداء هي يا خاطي يلا هتروح النار. توب عشان ما تروحش النار. هي دي الرسالة اللي جات لنا من خدام على عبر. انا بتكلم على الانجيل. بعدش كده حطناها. يعني عارفين ان حد ما الصورة دي مرة بتتقالف. بس طبعا مش بالطريقة ديت. لكن هو دي الرسالة اللي احنا محملين بيا. نعرف منك بقى. طيب نس معينا كمان. وحنا في حلقات من زمان قوي كنا بنقول ان في اسلوبين اسلوب ترغيب وترهيب. ده ابليس. افكرين? قلنا ابليس بيعمل هي بيرغب. وبيعمل هي بيرغب. بيرغبني في الخطيئة وبيرهبني ان ما سمعتش كلامه هيضربني ببلاوي. والاسلوبين بيجيبوا نتيجة للاخر مع معا معا إبليس. فاحنا بقينا كمؤمنين بنحاول بنوغر بالناس الاول. لا بنستلف منه. يعني هو بنحاول ناول نحب بالناس في ربنا وكده لو مجوش بكده بنخوفهم. ديهم. بس في ناس بتيجي كده. في ناس بتيجي بالخوف. ايوة طب نسمع قدام. ما نسمعناه كنت رجعتوا فيها ولا غيرتوا رأيكم. طيب. حاجة من ضمن الحاجات اللي قالها المسيح انه من امن به لا يدين. ولا يا امني فهي يدين. فهو بتكلم انه مش امن به هيدين. فهو بتكلم انه في بعد كده اللي هو الدين ده او الديان دينونة دي. دينونة ده هيكون في عقاب. خلال المسيح حال كده. غير كده انه في ناس كتيرة كمان لما بنتكلم معه مش عايزة دايبان. بتيجي بالخوف. ما نفهش تيجي الغير بالخوف. انا واحد من ضمن الناس جيد بالخوف. يعني الخلانة جعت ربنا هو الخوف ان انا عايزة بعد عن النار. فده يعني بص مش مش بالبلاغة دي او مش مش بيتبالغ زي الفيديو ما هو بيطلع وبيمثل. لكن دي حاجة حقيقة. دي حاجة حقيقة. بس الرسالة الحقيقة ان هي رسالة حب. اه الرسالة الحقيقة الحب. اه. ودي الرسالة ايه? مش حقيقة. دي اللي بعد الحب. دي اللي بعد اذا ما جتش كده اجيب اكده. طيب. طيب اسمعك تاني. اتفضل. في الاول انا قلت ان انا ده شفته من ناس حقيقي زي ما كده. لكن انا كانسان تعبان في الحقيقة. انا مولود بالخطيئة وتعبان. بدور على حاجة تفرحني وتعيشني في سلام وبقى مرتاح. بحس انه لو حد عارف عيوبي. وقبلني بيها. وزي ما انا كده بعامل ايه? بيحبني دي بتفرق معي كتير. ده الانسان. فلما قربت من ربنا وعرفته اختبرته. لقيته قديه. شخص الله ده حاجة رائعة جدا. رائعة جدا مش بقى ملزة حقيقي. انت بتيجي بترتاح حتى وانت عامل بلاوي. فلما بلاقي حتى من الخدام كده قريب مني. وعارف ان انا تعبان. وعارف ان انا واقع في ضعف. وبيقل. بيقبلني زي ما كده بقول ده المسيح. ده مليان بالمسيح. ده بيعرف ربنا حقيقي. فالناس محتاجة تشوف ايه? تشوف نفس راح. تشوف ناس مرتاحة فترتاح. بس في اسلوب تاني غير الترهيب. يعني اتعودنا تربينا لما كان يبقى فيه نهضة في الكنيسة. الخادم يما بيوعظ عن الترهيب. يما بيوعظ عن الام المسيح. ويلعب على الحتة النفسية ان المسيح بصت عمل فيه علشانك. وقات طبعا كان يجيب الفيديو بتاع الام المسيح. ويوض بقى. ده عيبه ايه? مش عيبه ايه. بس هو بيبقى انا بحس ان هو تأثير وقتي. يعني انا اندمجت قوي مع اللي شفته مثلا في الفيلم بتاع الام المسيح. او اندمجت من هو بيقولوا ان انا كل لحظة بعمل خطيئة بجلده. فسلمت حياتي. دي عميلك فيه. اه. شفت عملت فيه ايه? ففي ناس بتوب لحظة. الوقتي انا كنت يبقى اوقات كتير بتوب كده وبعد شوية بارجع تاني. لكن هي الرسالة مش ترهيب ومش لعبة برضه على المشاعر. هي رسالة حب. ايوة يعني جلسة استماع. ايوة طيب غير. ايه الرسالة? ما هي رسالتنا? لا. انا محمل برسالة. اذهبوا للعالم اجمع واكرزوا بال ما هو الانجيل? ده الانجيل? لا ومش ده الانجيل. وبعد كل درسنا ده. طول متين وخمسين حلقة اللي فاتوا. ده مش هو ده الانجيل. ازاي في روح الكدس نعرف يعني ايه تبكيت ويعني ايدانة. والتبكيت من روح الكدس والادانة من من ابليس. وازاي نعرف ان الله محب وازاي قديه شخصا الله رائع. ولما اتقلب من ربنا الحياة مش لخيرك. مش عشان هو بس الخير. عشان هو 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 بيعايز يديك اجمل حاجة في الدنيا. لكن لو انا خفت من ربنا. انا بعد شهر اتنين سنة. هرجع اللي انا فيه. لان الخوف هينتهي. هلعب بضهري زي ما احنا زغارين. كنا بنخاف من بابا بنعمل حاجات من وراه. لكن لكن رسالة الانجيل هو محبة خير سلام. فرح. فيه ديء. بس هو معنا. وبيقلب الديء فرح. ده رسالة الانجيل. مش الخوف ولا الترهيب ولا كل الكلام ده شغل ابليس. طيب افتكر دي مقدمة مهمة جدا تفتع عينينا. عشان خاطر. الفكر كويس. هو ايه الانجيل? اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل. فانا بنادي بالايه? بالانجيل. المنادى بالايه? بالانجيل ده ده عنواننا. ما هو الانجيل? كلمة انجيل معناها ايه? خبر ايه? صار. ده خبر صار. الاخبار انا بنادي بالاخبار الايه? الصار. انا عندي خبر صار جايي لك بيه? انا 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 رايح لك بخبر ايه? صار. فانا حامل للاخبار الصارة. انا هنا كده حامل لرسالة الايه? الدينونة. انا حامل رسالة الدينونة. دوري ان احمل الايه? الانجيل. اخد الانجيل. طبعا لان ده اتسمى الانجيل فكأن الناس ده اللي هاخده. ما كانش ده موجود ساعتها لما يقولهم اكريزوا الانجيل. مش كبه? فاحنا الحلقة الجاية هنتكلم على ايه هو الانجيل? ايه هو الخبر اللي احنا هننادي به? ايه هي الرسالة اللي احنا هنوصلها للناس? وطرق تقديم هذه الرسالة. وبعدين كيفية تقديم هذه الرسالة. فاحنا هنستعرض لان لازم يبقى عندنا وعي. زي ما بنقول احنا مرات كتيرة بنعمل حاجات بدون وعي. احنا عندنا غيرة. عايزين الناس تتوب. عايزين الناس ترجع. فهم? فبنستخدم حاجات وبنقول حاجات ما هيش اقوى ما في الانجيل. ما هيش الرسالة الاصيلة بتاعت الانجيل. ما هيش لب الانجيل. دي حاجة تغيرها حوالينها. انا خدتها وعملتها هي ايه? لب الرسالة. في ناس تجاوبت معاها. في الوقت بتنفعهم. ليه ما نستخدمهاش? انا مطالب انفز التعليمات الالهية. مش كده? اكيد التعليمات اللي هي بتجيب نتائج ايه? افضل بكثير. واكيد اللي جاه عن خوف من ربنا. اضطر في السكة يعدل مصاره. ويحب ربنا. ولا ايه? لان لو فضل خايف من ربنا دي علاقة. دي مش الانجيل ولا العلاقة ولا المصالحة اللي هنتكلم عنها اه بعد كده. مش كده انا مبسوط لهذا الحوار الجميل اللي احنا فيه استعرضنا هذه القضية اللي حنتعرض لها بالتفصيل في حلقتنا القادمة. عزيزي مشاهد اشكرك عشان متابعتك لينا هذه الحلقة. اشكركم عشان المشاركة الرائعة والافكار الايجابية اللي بتسري هذا اللقاء العظيم. الى ان نلتقي ربنا يحفظك تلميز للمسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز اشجعك انك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة تقدر تتفرج عليها ستريمينج تقدر تلاقيها ويرد تقدر تلاقيها كشيت عشان تحلوا وتبعثوا لينا مرة تانية تقدر تلاقيها pdf وتقدر تلاقيها powerpoint. او تقدر تحملها لنفسك على اساس انها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها. او تكون للايبود بتاعت او تكون للايفون بتاعت او تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسيديهات الديديهات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الان فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لاصدقائك. الى ان نلتقي ربنا نعيك. موسيقى 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 اشتركوا في القناة